بهذا الفيديو اتيت لك اجاري معك لعبات بوب جي على الجهاز انفينيكس الجديد كما تشاهدون الانفينيكس نوت 30 كما عدتوك هذا الفيديو عني سوف يكون فيديو سريع وبسيط سوف نتعرف على اعدادات الجرافيك السوف يقدم لنا هذا الجهاز سوف نرى ايضا عدد الاطارات وكذلك اللي هناك اتقطاعات او يضرب الفينوهات عند اللاعبية مدة طويلة وطبعا ننسى اداء الحرارة وكذلك تجري بس الجيروسكوب فكل ذلك اشياء سوف نتعرف عليها بعد الفيديو لكن قبل ان نبدأ اتنسى لايك اشارك بالقناة اذا امتك مشارك وفعل الجرس يصل لك كل جديد طبعا اهم النقطة لذا كل شخص متان بالالعاب وهي طبعا نقطة المعالج انتحدث هنا عن مواجه من شركة ميدياتيك بتحديد الهيليو جي تيسا وتسعون مواجه بضيقة صنع 6 نانو متر ستعني اعتبر معالج يعني ممتاز بالنسبة الرفاء السعرية لذا يكون اداء ممتاز بتنقل بين التطبيقات وكل ذي اشياء بالاضافة ان نسخة لدي هي اعلى نسخة من الجهاز كما تشاهدون 8 جيجابايت رام ومساعة داخلية 256 فدعونا الان نقوم بدخول الى بوب جي ونرى طبعا ادادات الغرافيك كما تشاهدون لذا يكون ادادات سريسة وكذلك فائقة بعدد الاضارات اني صارتها لذا يكون تقريبا نفس الادادات الموجودة من المنافسين لكن ما لاحظتوا ان تشربت الاداء ونصارتها مختلفة الجهاز تقريبا سيقدم لك 40-45 ببعض الوقات يصل الى غير 50 فريم بدون اي مشاكل كما تشاهدون صارتا اللعبون السريسة بشكل ممتاز يعني جربت اجهزة كثيرة بنفس الدرفاء السعرية لكن كانت تقدم لي 35-40 فريم وتجربة لم تكون مستقرة بشكل كبير لكن هذا الجهاز سيقدم لك عدد اطارات مستقر تقريبا 45-50 فريم كما قلت ببعض الوقات يعني ممكن اجد بعض التقطيعات من حين الى اخر هذا امر عادي جدا وطبيعي بنسبة لجهاز يعني بدرفاء السعرية تتكلم عن الجهاز يعني بالفعل اقتصادية او بداية الفاة متوسطة فذا امر طبعا يعني طبعي جدا بنسبة للسعر لكن عموما كتجربة اداء فعلا يمكنك الاتماد علىها بدون اي مشاكل صارتا اللعب اجد اي مشاكل بالحرارة لعب تقريبا لمدة ساعة او حتى ممكن اكثر على الجهاز صارتا اللعب اجد اي مشاكل بالحرارة اما بالنسبة لي اداء الجاروسكوب لمينيس الفا كما تشاهدون اداء الجاروسكوب فعلا ممتاز يوجد بيئة خير فعلا يمكنك الاتماد علي فذا كان فيديو ساري وبسيط هذه كانت تجربة بوب جي على الجهاز الانفينيكس نوت 30 طبعا لما يسأل عن سعر الجهاز فعلا نسخة 3D نسخة 8 جيجا بايت رام ومساعة داخلية 256 فذا نسخة تأتي بالسعر فقط 215 دولار صارتا جهاز فعلا سوف يقدمك قيمة عالية جدا مقابل السعر خصوصا اذا كنت شخص متنبي الالعب كما رأيت لديك ونصرة تجربة الالعب ممتازة بالنسبة للسعر فعموما ذلك ما كان في هذا الفيديو ذاك الرأي واتجربتي مع جهاز الانفينيكس نوت 30 كالعادة شاركني الان انترك بالتعليقات ما رأيك بالأداء الخاص بالجهاز وكالعادة تنسى اللايك اشارك بالقناة اذا ما تشارك وفعيل الجرس يصلك كل جديد وراكم في فيديو قادم السلام